اهلا بكم الى موجز اخبار الان انتهى اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع منصة موسكو ومنصة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض دون توصل لتشكيل وفد موحد للمعارضة السورية وفي هذا السياق اكدت مجموعة موسكو بالمعارضة السورية انها تريد الابقاء على الدستور السوري مشيرة الى رفضها اي اتفاق يشير الى رحيل الاسد نفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن 250 غارة على داعش في مدينة الرقة السورية ومحيطها خلال الاسبوع الماضي وحده بحسب مقال المتحدث باسم التحالف الكولونال راين ديلان في وقت تضيق قوات سوريا الديمقراطية الخناق اكثر على تنظيم داعش في المدينة وبعد اكثر من شهرين ونصف الشهر من المعارك داخل الرقة باتت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 60% من المدينة التي فر منها عشرات الاف المدنيين قال الجيش العراقي في بيان ان قوته اقتحمت اليوم مركز قضاء مدينة تلعفر معقل تنظيم داعش الى الغرب من الموصل وافاد البيان ان اللوائين الحادي عشر والثاني حرراء حي النور جنوب شرق تلعفر بالكامل مضيفا ان اللواء الحادي عشر وفرقة تدخل السريع وقطاعات الجيش العراقي تمكنوا من تحرير حي الكفاء بالكامل من احتلال داعش تمكنت قوات البيشمرقة من القاء القبض على 50 مسلحا من تنظيم داعش في ظرف اسبوع واحد في المنطقة الحدودية عند ناحية الزمار والربيعة بالقرب من قضاء تلعفر وكان عدد من اولئك المسلحين يحاولون التسلل الى تركيا وسوريا بعد فرارهم من تلعفر اعلن الجيش اللبناني ثلاثاء السيطرة على 100 كم مربع من اصل 120 حتى الان من مواقع تنظيم داعش واوضح ان المسافة المتبقية تصل الى 20 كم مربع وتتركز في وادي مرتبية في تلال راسب علبك واوضح المتحدث باسم الجيش اللبناني ان الجيش دخل الى مراكز ارهابي داعش وطرادهم منها ودمر 9 مراكز لداعش تضم اسلحة مختلفة وتم ضد عدد كبير من الدخائر اعترف شاب مغربي بقتل امرأتين واصابة 8 اشخاص في هجوم بسكين في مدينة توركو الفنلندية لكنه نفى وجود اي دافع ارهابي حسب ما قال محاميها الثلاثاء وقال محام المتهم ان عبد الرحمن مشكاح البالغ من العمر 18 عاما وهو طالب لجوء الى فنلندا اعترف في جلسة استماع مغلقة امام المحكمة بتنفيذ هجوم يوم الجمعة نهاية الموجز الى اللقاء